أصدر نادي بورتو البرتغالي بيانا يرد فيه على أرض نادي روما الإيطالي لضمي اللاعب ياسين براهيمي حيث أكد الفريق في البيان بأنه لن يبيع عقد التولي الجزائري بأقل من 30 مليون أورو بعد أول عرض رسمي تلقاه الفريق من روما بـ 25 مليون أورو علما بأن عقد براهيمي ينتهي مع الفريق سيف 2019 حيث يرغب الفريق البرتغالي في الاستفادة ماليا من صفقة اللاعب قبل نهاية ارتباطه